وسائل التكنولوجية معنا تحقق التميز التفوق فتابعونا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وابناتنا طالبات وطالبات الصف السل الصناعي قسم تشغيل معادن أهلا ومرحبا بكم النهاردة حنبدأ مع بعض مادة التفريز والتجليخ طبعا كل مادة من المواد اللي احنا بندرسها هي عبارة عن مادة بناخد فيها معلومات معرفية علشان نعرف نستخدمها في التطبيق العملي مادة التفريز والتجليخ طبعا من اسمها هي جزئين جزئية خاصة بالتفريز وجزئية خاصة بالتجليخ في الجزئية الخاصة بالتفريز بناخد العمليات اللي ممكن نستخدم فيها مكينة الفريزة وعشان كده سميناها التفريز عندنا أول مكينة بنستخدمها في عمليات التفريز وهي مكينة الفريزة الأفقية العامة طبعا من اسمها لازم أفسر الاسم بتاعي هي ليه سميت بالفريزة الأفقية العامة صحيح التفسير ممكن ما يكونش بيهمني كتير ولكن من خلال تفسير الاسم ده حيبان استخدام الفريزة ليه؟ لأن طالما اسمها الفريزة الأفقية العامة معنى كده أن العمود الرئيسي اللي بيحرك السكينة اللي بتعمل عمليات القطع يعني عمود أفقي يبقى علشان العمود بتاعنا عمود أفقي بقى اسمها الفريزة الأفقية العامة طب مكينة الفريزة دي أنا هعمل بها إيه؟ طب أداة القطع بتاعتنا شكلها إيه؟ لازم تبقى مسجل معاك مجموعة من الأسئلة لما نوصل لنهاية حلقتنا هتلاقي نفسك بتجاوب على الأسئلة دي يعني استخدامات الفريزة إيه؟ هي طرق التفريز على الفريزة إزاي؟ هي إيه الاحتياطات اللي أنا لازم أكون وخدها في اعتباري وأنا شغال على مكينة الفريزة؟ طيب مكينة الفريزة بتعمل إيه؟ مكينة الفريزة أداة القطع بتاعتها اسمها السكينة والسكينة دي عبارة عن مجموعة من الأسنان عاملة زي صوابع اللي موجودة في كف إيدك السكينة دي وهي بتعمل حركة دورانية كده الأسنان دي بتبدأ تعمل عملية قطع في الشغلة اللي موجودة عندنا فبما إن السكينة دي بتلف حركة دورانية وبما إن العمود الرئيسي اللي مسبت السكينة عمود أفقي يبقى السكينة دي وهي بتلف حوالي النفسها هتبدأ الأسنان دي تأكل في الشغلة يعني هتزيل أجزاء من الشغلة وبالتالي لما هتزيل الأجزاء دي والشغلة بتتحرك قدامها يعني هتعمللي على شكل مجرى ولكن شكل السنة بتاعت السكينة هو اللي هيخلي شكل المجرى دي يختلف من شكل التاني يعني سنة السكينة لو أخد الشكل المسلس ده يبقى أكيد وهي بتأكل في الشغلة هتعمل عندي مجرى حرف V إنما لو سنة السكينة المقطع بتاعها مستطيل أكيد هتعمللي شكل المجرى حرف U يبقى حقدر أعمل المجاري اللي احنا بنقول عليها في التشغيل بتاعنا مجاري حرف V مجاري حرف U مجاري حرف T المجاري الغنفاري ولكن في عملية مهمة جدا بتهمنا في الصناعة في عمليات نقل الحركة وهي قطع أسنان التروس لأن التروس بتاعتنا هي اللي بنستخدمها في نقل الحركة وإزاي بعمل عملية زيادة للسرعة أو تقليل للسرعة من أهم العمليات اللي بتتعمل على الفريزة هي قطع أسنان التروس يعني إزاي حعمل ترس يكون مثلا عدد الأسنان بتاعته مثلا أربعين سنة وتكون كل سنة قد التانية وكل فراغ ما بين كل سنة والتانية كلهم قد بعض يبقى لازم أبقى عارف مميزات مكينة الفريزة وعارف استخدامتها الأول وبعدين بعد كده نشوف مع بعض إحنا حنجري العمليات دي إزاي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض أهمية الفريزة وأجزاءها والعمليات اللي بتستخدم عليها نبص كده مع بعض الفريزة الأفقية العامة طبعا إحنا قلنا إن كلمة أفقية لأن العمود الأساسي فيها هنا عمود أفقي طيب تعالوا كده الفريزة الأفقية العامة دي الغرض من استعمال الفريزة الأفقية العامة هي رقم واحد فتح جميع أنواع أسنان التروس العدلة والحلزونية يعني يكون عندي أسنان عدلة الأسنان دي كلها بتوازي محور الترس إذا كان المحور أفقي يبقى إذن كل الأسنان بتكون أفقية إنما لو الأسنان دي بتميل على محور الترس تبقى اسمها أسنان حلزونية أو مائلة رقم اتنين تشكيل المشقبيات والمجاري المختلفة زي المجاري حرف يو والمجاري حرف في اللي أنا كنت لسا بكلمك عليها رقم تلاتة تسويت الأسطح وتشكيلها يعني أنا ممكن تكون شغلة جياني مثلا من المسبك مع مولا عملية سباكة والشغلة دي السطح بتاعها مش مستوي وبالتالي أنا هعمل لها عملية تسويت أسطح وحنشوف أشكال للسكينة وهي بتاكل في الشغلة كمان شوي قطع المجاري اللولبية للأسطح الأسطوانية طيب تعالى بعد كده نشوف مميزات الفريزة الأفقية العامة رقم واحد إمكانية استخدام مجموعة من تروس لتوصيل الحركة يعني أنا لما يكون عندي جهاز بيقسم لي محيط استوانة فأنا ممكن أستخدم مجموعة من التروس بحيث أن الجهاز ده اللي اسمه جهاز التأسيم بقدر أوصل عليه التروس بحيث أن يعمل لي حركة أفقية وحركة دورانية في وقت واحد يبقى من مميزات مكينة الفريزة الأفقية العامة رقم واحد إمكانية استخدام مجموعة تروس لتوصيل الحركة من الصينية الطولية لجهاز التأسيم اللي بيقسم حركة دورانية رقم اتنين إمكانية عمل أسطح بزوايا مختلفة ليه؟ حيث يمكن إمالة الصينية الطولية في حدود 45 درجة يمينا ويسارا يبقى أنا مش هاشتغل بس في المشغولات المسطحة المستقيمة بس ولكن أنا أقدر أعمل أشكال مائلة وده علشان أنا أقدر أميل الصينية بتاعتها في حدود 45 درجة طيب تعال كده نشوف مع بعض إيه الأجزاء بتاعة الفريزة الأفقية العامة ده شكل الفريزة الأفقية العامة من جانبها وده شكلها من الوجه خلي بالك إن أنا أكدت عليك من بداية الحلقة إن هي اسمها الفريزة الأفقية الإيه العامة وليه أفقية؟ لأن عمود السكينة اللي انت شايفه ده عمود أفقية طيب لو العمود ده كان رأسي يبقى اسمها الفريزة الرأسية نكمل كده بقى نشوف مع بعض إحنا حنل الأجزاء بتاعتنا الرأسية اللي موجودة في الفريزة الأفقية العامة ده الشكل بتاعي مبين الأجزاء كلها مبين إن هنا في عمود العمود ده اسمه عمود السكينة ليه؟ لأن السكينة دي دي أو الجزء ده اللي بيقطع فيه الشغلة دي دي اسمها السكينة سميت بالسكينة لأنها بتقطع ولكن هي مزاي السكينة العادية هي ليها بص كده لو جينا نبص على المسقط الجانيب بتاعها حنلاقي إن السكينة اللي هي الجزء المستطيل ده شكلها هنا شكل دائري وليها أسنان دي سنة ودي سنة ودي سنة السكينة دي وهي بتلف حوالين نفسها بتقطع في الشغلة طب تعالنا نعرف كده كل جزء من أجزاء الفريزة الأفرقية العامة علشان نعرف كل جزء ده بيسبب إيه في عملية التشغيل أو حيساعدني في إيه في عملية التشغيل تعالنا كده الأجزاء بتاعتي الأجزاء بتاعتي رقم واحد الهيكل كل الشكل ده الجسم الخارجي ده اسمه الهيكل رقم اتنين القعدة القعدة دي القعدة دي طبعا اسمها القعدة لأن هي الجزء الأسفل في المكينة كلها اللي شايل بقية الأجزاء أحيانا بنقول عليه القعدة وأحيانا نقول عليه الفرش يبقى رقم واحد الجسم الكبير ده المستطيل ده هو ده الهيكل الجزء اللي في الأسفل ده هو القعدة رقم ثلاثة محرك إدارة الفريزة اللي هو المطور اللي موجود هنا في الخلف ده وده اللي بيدين الحركة ببدأ أخدها بعد كده ووديها لكل الأجزاء عن طريق تركيبات حنعرفها مع بعض رقم اربع صندوق التروس الجزء ده عبارة عن صندوق تروس موجود في الهيكل الكبير ده بحيث أنه ياخد الحركة اللي جاية من المطور ويبدأ صندوق التروس ده يديني سرعات رقم واحد رقم اتنين صندوق التروس ده يبدأ يوزع الحركة بتاعتي للرجبة والصينية ولعمود السكينة رقم خمسة عمود القلب الجزء ده اسمه القلب ليه اسمه القلب؟ لأن ده اللي موجود في الداخل وبيبدأ يديني الحركة لعمود السكينة رقم ست رأس الفريزة الجزء اللي في الأعلى ده اسمه رأس الفريزة رقم سبعة حلقات التثبيت أنا لما باجي حط السكينة الفريزة في المكان ده ممكن تتحرك مني يمينا ويسارا فأنا بحط هنا في الجانب الأيمن حلقات وفي الجانب الأيصر حلقات بحيث أن أنا حدد مكان السكينة في المكان اللي أنا محتاجه رقم تمانية ترس تحميل والترس ده موجود هنا اللي هو راكب على القلب علشان ياخد الحركة اللي جاية من صندوق التروس ويطلع هنا يوصلها لي لعمود السكينة تعال كده نكمل رقم تسعة المنددة المنددة هي الجزء اللي موجود هنا في الوسط خلي بالك الجزء اللي فوق ده دي رسمة واللي تحت دي اسمها رجبة إن النمى اللي في النص هنا ما بينهم اسمها المنددة رقم عشرة السكينة بتاعتي اللي هي بتعمل عملية القاطع وعملية التشغيل الرئيسي رقم حضاشر ركبة الفريزة الجزء ده كده اسمه ركبة الفريزة رقم اتناشر عمود السكينة العمود ده اللي السكينة رجبة عليه رقم تلاتاشر الرأس العرضية بتاعتي اللي أنا هعمل بيها تثبيت لنهاية السكينة إدارة المنددة عندك هنا عمود وعندك هنا جزء خاص بإدارة المنددة يعني هيبدأ يوصل للحركات للرقبة والصينية والرسمة بتاعتي رقم خمستاشر يد تحريك الرسمة هيبقى عندي هنا يد والتانية واحدة منهم عشان تحرك لي الرسمة بتاعتي واليد التانية عشان تحرك الركبة عشان تحركها للأعلى وتحركها لايه وتحركها الأسفل طيب أنا ايه هي العمليات اللي بتجرع على الفريزة وقلنا ان العمليات دي ممكن خلي بالك ان هنا سكة السنة بتاعت السكينة المقطع بتاعها مستطيل يبقى تجيب لي هنا مجرى على شكل حرف يو إنما لو السنة زي اللي موجودة هنا في حرف ميل يبقى حجيب لي عملية القطع هنا بميل ايه كمان؟ كمان ممكن تبقى السكينة بتاعتي لها عرض كبير وبالتالي لو الشغلة دي سطحها مش مستوي السكينة وهي بتعمل عملية الدوران كده الأسنان دي هتبدأ تاكل في سطح الشغلة وبالتالي هتبدأ تعملي تسوية لسطح الايه؟ لسطح الشغلة قلتلك إن شكل السكينة هو اللي بيحدد العملية اللي هتعملها السكينة طيب تعال نشوف ايه كمان بص كده السكينة بتاعتي من الوسط موجود فيها شكل زي حالية لما بدأت تاكل في الشغلة عملت نفس الايه؟ نفس الحالية طيب حاجة كمان عندي هنا السكينة بتاكل هنا بتزيل جزء من المعدن يبقى أنا ممكن اعمل تسوية أسطح ممكن اعمل مجرى حرف يو مجرى حرف في ممكن اعمل حالية ممكن اعمل مجاري ممكن اعمل ايه كمان؟ دي سكينة بنقول عليها سكينة منشارية يعني السمك بتاع السكينة قليل يعني ممكن اعمل بها عملية قطع زي اللي احنا شايفناها في الشغلة فيه كمان السكينة ممكن لو منشرية بس يكون عرضها لها سمك مثلا عرضها مثلا في حدود العشرة ملي يبقى أنا عامل مجرى زي دي ودي اللي احنا بنسميها مجاري الخوابير مجاري الخوابير هي المجاري اللي احنا بنستخدمها علشان مثلا ده عمود وحركب العمود ده في ترس يبقى عندي مجرة الخبور دي حركب فيها خبور يبقى مشترك ما بين العمود وما بين الترس علشان العمود لما يتلحرك حركة دورانية ينقل الحركة الدورانية بتاعته المين ينقلها للترس طي تعال معايا كده ونشوف طرق تثبيت السكينة طيب أنا دلوقتي بقى عندي السكينة اللي انا بعمل بها عملية القطع في الشغلة السكينة دي في لها هنا تقب وفي عمود رجب عليه السكينة طيب العمود ده لو دار هل السكينة دي كمان حتدور خلي بالك معايا وركز كويس السكينة لو اعتبرنا ان ايدي دي هي السكينة وليها هنا تقب وده العمود لو انا حطيت العمود داخل السكينة كده وبدأت الف بص صبع ده بيلف انما ايدي دي ما بتلفش معاه ليه؟ لان فيه هنا عمود استواني وفيه هنا تقب استواني فلو بدأ العمود يتحرك السكينة مش هتتحرك معاه طب انا اخلي ازاي العمود اللي متصل بحركة المطور او متصل بحركة التروس بسندوق التروس اللي موجود العمود ده ازاي لما يلف يخلي السكينة تلف كمان معاه كان فيه مثال كنا بنشوفه دلوقتي من الاشكال اللي بتعملها سككين الفريز وقلنا ان عندي حاجة اسمها مجرة الخبور يبقى ازا العمود ده لو انا قطعت جواه مجرة وحطيت خبور الخبور ده يعني جزء من معدن على شكل متوازي مستطيلات بحيث ان الخبور ده يبقى جزء منه داخل العمود وجزء داخل السكينة في الفراغ بتاع الدائرة بتاعتها يبقى ازا العمود ده لما حيلف حيخلي السكينة كمان معاه تلف يبقى من طرق تثبيت السككين في الفريزة او طرق تثبيت سككين الفريز رقم واحد ان انا اسبتها باستخدام الخبور طب رقم اتنين ممكن تكون السكينة دي بتاعتي لها عمود والعمود ده في اخره الووز زي انت بالضبط ما بتجيب المصمر والصمولة وتعمل عملية الربط يبقى ازا السكينة لو لها دليل والدليل ده في اخره الووز هنبدأ نعمل عملية ربط للالووز ده في القلب بتاع المكينة وعلشان كده قلب المكينة لما يبدأ يلف بما انه مربوط في الووز السكينة فحياخد السكينة معاه كمان ويلف بس شرط ايه شرط ان اتجاه الالووز يكون عكس اتجاه دوران قلب المكينة ليه لاننا لو اتجاه دوران بتاع الالووز او ربط الالووز في نفس اتجاه الدوران السكينة مع اول احتكاك هتفك وتقع وطبعا ده هيتسبب ليه في خسار يبقى انا عندي تثبيت السككين بخبور تثبيت السككين بالألوزات تالت طريقة وهي التثبيت بقابض يعني ايه بقابض لو اعتبرنا ان دي سكينة الفريزة ولها دليل الدليل يعني العمود اللي في اخر السكينة فيه هنا سكينة ولها عمود انا بجيب القابض ده عبارة عن جلبة وعملنا فيها شوية شوق دي كانت جلبة استوانية وعملنا فيها شقوق يبقى اذا انا لو جبت سامولة ومسكت الجلبة المشقوقة دي هتبدأ تخلي الاصابع دي تضم على بعضها وبالتالي يبقى عمود السكينة لما دول يضموا عليه هيمسكوا السكينة ويسبتوها فيبقى القابض ده متصل بقلب الفريزة وبالتالي لما هيعمل عملية الرابط هيربط على عمود السكينة يبقى عندي التثبيت بخبور التثبيت بالألوز التثبيت بقابض والتثبيت بالاحتكاك بالاحتكاك يعني حط السكينة في نص العمود وركب مجموعة من الجلب في اليمين ومجموعة من الجلف في الشمال بس دي طبعا لازم يكون الاحتكاك هنا قليل أو تكون السكينة بتشتغل بعمق قطع قليل تعالوا نشوف مع بعض كده طرق تثبيت السكينة والرسومات اللي ممكن تنطلب مني إن أنا نرسمها وإزاي أجاوب على كل طريقة من الطرق دي لما تجيني في سؤال في الامتحان نبص كده مع بعض طرق تثبيت السكينة على عمود السكينة أنا حسبت السكينة إزاي حسبت السكينة رقم واحد باستخدام خبور يعني ده العمود بتاع الفريزة والمستطيل الكبير ده اللي هي السكينة لاحظ هنا الجزء اللي موجود ده هو ده اللي اسمه الخبور الخبور ده موجود نصه في العمود ونصه في السكينة إذن لو العمود ده دار حركة دورانية السكينة كمان حتدور حركة إيه دورانية طب نكتب إيه مستر محمد نقول إن أنا كده وأنا بعمل باستخدام خبور بتصنع السككين بعدة ثقوب محورية اللي هو التقبل لدخل السكينة وبتكون السكوب دي يتبقى أقطار 16 أو 22 أو 27 أو 32 أو 40 أو 50 ملي متر لتلائم أقطار أعمدة السككين حيث تثبت بواسطة خبور ويضبط وضعها بالنسبة للشغلة بواسطة إيه بواسطة حلقات علشان ممكن السكينة تتحرك في اليمين أو اليسار فأنا أحط حلقات في اليمين وفي اليسار عشان أطبط إيه أطبط وضعها تمام؟ تعالى بعد كده نشوف تاني طريقة وتاني طريقة اللي هي باستخدام الألوز التثبيت بقلوز دي سكينة الفريزة سكينة الفريزة لها هنا ألوز وأنا بجيب هنا جلبة وجلبة الجلبة دي تبقى مربوط في سن ألوز منها في السكينة وسن ألوز منها في القلب يبقى أنا دلوقتي عشان أعمل تثبيت لازم أخلي بالي إن اتجاه الألوز يكون عكس اتجاه قلب الفريزة يبقى أنا هنا لما تسأل في السؤال ده إزاي بثبت بقلوزات أقول له وفيها يكون شكل السكينة زو نصاب مسلوب يعني الدليل بتاعها هنا مسلوب وبعد كده إيه وقلوز خارجي ده ألوز خارجي على العمود حيث تربط بواسطة سمولة قادي السمولة هي طبعا ده جزء من السمولة فوق وجزء من السمولة تحت لأن احنا عاملين قطاع عشان نبين الأجزاء الداخلية وبعدين في التجويف المسلوب المعد لذلك لضمان إحكام السكينة يبقى فيها يكون شكل السكينة زو نصاب مسلوب وقلوز خارجي حيث تربط بواسطة سمولة في التجويف المسلوب المعد لذلك لضمان إحكام السكينة تمام ويراعى أن يكون اتجاه القلوز عكس اتجاه الدوران ليه عشان السكينة أثناء عملية القطع ما تفكش من القلب بتاعنا طيب طبعا ده عشان نحفظ على قوت الربط تعالى كده نقول رقم 3 وهي التثبيت بقابل قلتلك كده وشرحتلك على إيدي أن القابل ده عبارة عن جلبة والجلبة دي مشقوقة فبقت شكل الأصابع أنا لو جبت عمود السكينة ودخلته في الجزء ده كده وبدأت ربط السمولة دي مع القلب حتبدأ الأصابع دي تضغط على العمود بتاعي وتعمله عملية التثبيت يبقى هنا حقول وفيها يكون شكل السكينة ذو نصاب استواني حيث يستخدم قابل مكون من مكون من ايه بقى صمولة زنق دي الصمولة نمرة اتنين جلبة مشقوقة اللي هي عاملة زي الأصابع دي وبعد كده جسم الايه زو الجسم القابل زو سلبة داخلية عشان لما ركب العمود واربط السمولة تبدأ الأصابع دي تربط على الايه تربط على العمود وعندما يراد التثبيت توضع جلبة مشقوقة علشان الجلبة المشقوقة دي بنستخدمها عشان ندخل السمولة بجسم الايه القابل دون رباط محكم ثم ندخل نصاب السكينة الاستواني لإحكام الرابط بإحكام عالية بعد كده التثبيت بالاحتكاك والتثبيت بالاحتكاك ده ان انا بستخدمه لما يكون عمق القطع قليل وبالتالي انا كل اللي انا هعمله ان انا هحط السكينة بتاعتي في منتصف العمود وحط حلقات عن اليمين واليسار يبقى هنا وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون عمق القطع المراد إزالته صغير حيث تكون قوة القطع النتجة من القطع ليست كبيرة ويكتفى في هذه الطريقة بقوة الاحتكاك الناتج ما بين الحلقات طبعا اللي انا هحطها على يمين وعلى يسار السكين طب انا لما اجي اختبر عمود السكينة السكينة بتاعتي لازم تكون متسبتة تثبيت جيد ما يكونش فيها اهتزاز اعمل ايه بص كده لازم يبقى عندك اختبار وتبقى عارف نتيجة الاخطار بتاعت الاختبار ده لو ما هو السليم حيؤدي الى ايه الاختبار بتاعي رقم واحد اتأكد من تمركز السكينة ودوران السكينة وعمود السكينة باستخدام مباين قياس يعني كون السكينة بتاعتي دي بتتمركز وبتدور حوالين محور ثابت حوالين محور ثابت طب الخطر اللي ممكن تكونه ايه اه ده لما حكون السكينة بتاعتي بتهتز بتنتج سطوحا مشغلة غير مضبوطة لان اسنان السكينة بتقطع بأعماق مختلفة حتبقى السكينة بتاعتي بتعمل اهتزاز لاعلى والاسفل لانها بتدور ما بتدورش حوالين محور ثابت بتدور حوالين محور عمالة بتتنطط حواليه وبالتالي بتديني اعماق مختلفة طيب ايه تاني؟ هقولك تاني لو العمود بتاع السكينة مش مسنود من النهاية احنا شفنا في الاجزاء ان فيه ساند في النهاية لو العمود بتاع السكينة مش ساند يعني سند طرف العمود في حالة الاعمالة الطويلة باستخدام كرسي تسبيت انا لو مش عامل عملية الساند دي هيحصل ايه؟ هيحصل اكيد ان العمود هيهتز وحينتج منه سطوحة مشغلة غير مضبوطة علاوة على احتمال تلف اسنان السكينة السكينة وهي عمالة بتخبط في الشغلة اكيد ممكن يحصل لها كسر طب ايه كمان؟ كمان اننا ضرورة ان يكون اتجاه ميل السكينة في نفس اتجاه دوران عمود السكينة طب هو لو ما بيدورش هيحصل ايه؟ هيحصل ان السكينة هتتلف والسكينة هتتكسر اسنانها ومش هتعمل عملية القطع طيب انا بعد كده عندي حاجة اسمها التفريز الاعلى والتفريز لاسفل يعني ايه التفريز لاعلى والتفريز لاسفل؟ انا عندي دلوقتي سكينة فريزة سكينة الفريزة دي عبارة عن جزء استواني مقطعه دائري وله مجموعة من الاسنان مجموعة الاسنان دي ممكن تاكل في الشغلة وهي نزلة الاسفل وممكن تاكل في الشغلة وهي بتتحرك لاعلى خلي بالك ايه اللي حصل لايدي وانا بتحرك لفوق؟ ايدي تشدت مع الاسنان؟ اه يبقى ده ممكن يكون عيب من العيوب خلي بالك انها وهي بتتحرك لاسفل بتكون لها ميزة ولها عيب الميزة انها بتضغط على الشغلة فبتثبتها اكتر لان السكينة لو تحركت واهتزت لما قلنا انها مش مركزية من شوية والشغلة كمان لو تحركت الشغلة حتتكسر وتكون بيزة والسكينة ممكن تتكسر وتكلفني فلوس زائد انها ممكن تأثر على العامل وعلى المكينة يبقى انا التفريز المحيطي لاسفل بيعمل ضغط على الشغلة يعني بيسبتها اكتر يبقى هو بيسبتها اكتر ماشي ولكن لما بيجي يقطع بياخد سمك كبير وينتهي بسمك قليل طب وهي بتتحرك لأعلى وهي بتتحرك لأعلى بتبدأ من سمك قليل لسمك كبير يعني بتعمل عملية القطع تدريجي انما عيبه ايه؟ عيبه انه ممكن يقتلع الشغلة من مربطها يبقى التفريز لأسفل بيسبت الشغلة ولكن بياخد من مقطع كبير لقليل وده ممكن يعمل اهتزاز انما التفريز المحيطي لأعلى ده هتكون مستو انه بياخد العمق تدريجيا ولكن ممكن يقتلع الشغلة من ايه؟ من مربطها تعالوا كده نشوف مميزات وعيوب كل طريقة منهم وبعدين نشوف هنسبت المشغولات ازاي التفريز بالقطع لأعلى والتفريز بالقطع لأسفل التفريز مزياهم التفريز بالقطع الأعلى بيعمل على تغلغل سكنة الفريزة تدريجيا عشان بيشيل من تحت الفوق فبياخد من قليل لتخين انما التفريز بالقطع الأسفل الحد القاطع بيتحمل اكبر قوت قطع دفعة واحدة وتضعف بالتدريج كلما قل سمك الريش حتى تتلاشى طب تعالوا كده نشوف عيوبهم ايه التفريز بالقطع لأعلى بيكون سكينة الفريزة او سكينة القطع أثناء عملية القطع بتحاول خلع المشغولة من مكان ربطه يبقى الأعلى ده ممكن يفك الشغلة انما للأسفل ده بيعرض الطاولة لايه لاهتزازات هو صحيح بيثبت الشغلة زيادة ولكن ممكن يعرضها لاهتزازات عنيفة بسبب وجود قوت قطع وتصادم ما بين الاتنين وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هي اجزاء الفريزة وايه هي استخدامتها وطرق تثبيت السكينة وطرق تثبيت المشغولات طب عايزين تعرفوا احنا ايه هي اهم المفاهيم الاساسية واهم الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها عملية حسابات يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير بإذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته